بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنتكلم في الفيديو عن المجوس وعن شبهة كبيرة بيحطوها المجوس وده موضوع الفيديو فركز معايا وجايلك بعد الفاصل الكل يتآمر عليك من فضلك تقرأ التعليق المثبت أسفل الفيديو عشان لما بنس حاجة مهمة بحطها في تعليق مثبت وجزاكم الله خيرا واحد يا سيدي من الافتراءات بتاع المجوس أنه لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة فقال أتوني بكتاب أو أتوني أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعد أبدا يعني بهذا الكتاب يعني لما تتبعوه كده فقالوا أن سيدنا عمر منع الكتاب وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي طبعا كارثة بمعنى الكلمة كذب يا راجل بيكذب وكذب رهيب جدا لا يخطر لك على بال أنا عايز النقطة دي أقف هنا وأشرح عدة نقاط أول شيء عايز أشرحه أو عايز أقوله أن كلامه ماذا كذب وتحريف وملوش مصدر الوقت واحد يقول لي في البخاري البخاري ذكر الرواية يقول له البخاري ذكر الرواية ليست بهذا اللفظ وروية البخاري كان اللفظ فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع خد بلك بقى بين يعني أن هو بقى أهجر أو هجر يعني بدأ يخرف أو بيهزي أو كده ما فيش حد يقدر يقول الكلمة دي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ده لما يعني هقولك ايه مش عارف طبعا هم طبعا كذب أصلا كذبين وبييجي بقى فين عشان يجيب لك حتة مثلا يكون ليها مصدر عندك انت في السنة يغيرت مثلا ايه عبارة أو حرفة أو يغيرت كلمة أو كده بحيث انه يقلب ايه عقل السفهاء اللي بيتبعوه فطبعا لما قال سيدنا عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع هم فسروها ازاي فسروها أن النبي بيخرف طبعا اللي يقول الكلمة دي في الموضع ده وكذا يقول النبي بيخرف وكده ده طبعا ليس في ملة الإسلام ليس هناك رجل تعرض للكذب عليه من المجوس الفجرة الشيعة أد سيدنا عمر وليس هناك رجل ملأ الأرض عدلا مثل سيدنا عمر ومتيج انت تدور هو سيدنا عمر هما كمان لسه فيه حتة هؤلها لك كتبها الخميني عدو الله فقال فيها أن عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق سقو النبي صلى الله عليه وسلم السم تيجي انت تشوف جبها منين حطها منين شلها فين هما بيخاطب نشحنا في الحالة دي هو بيخاطب البهائم اللي هما بيتبعوه عشان يملأهم حقد ويملأهم غرور ويملأهم يعني غيظ بحيث ان هما لما يديهم أوامر ان هما يقتلوا في أهل السنة يقتلوا في أهل السنة فالخلاصة هذا الكلام أولا من الناحية المنطقية مش منطقي خالص وهقولك الوقت ليه ومن الناحية الدينية ملوش لهو ثابت مش ثابت في أي حتة أصلا انت لما تيجي تشوف الشيعة هتلاقوهم عملين يخرفوا كل شوية تخريف وما عندهمش أصل يعني مش ما عندهمش أصل يعني هم مش ولاد أصل لا مش بالتعبير ده ما عندهمش أصل يعني ما عندهمش أصول يعني ما عندهمش مراجع ثابتة من اللي بيتكلم وتفضل عن اللي قبله عن اللي قبله عن اللي قبله لحد ما تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيسموها جماعة بتوع الحديث إيه اللي هي سلسلة الحديث اللي هم ما بقى بتوع علم الرجال والحديث وكده ما عندهمش هم الموضوع دوت خالص ولا عندهم أي أساس من الأسس وتيجي لما تلاقي حد يقولك قل الشيخ فلانه بتاع تلاقي بينهم وبين بعض يعني عشرين تلاتين سنة وما تعرفش هو شيخ وده أصل أل ولا لأ وهو تلقى عربيد وحشاش وزاني وكذا ومش عارفين يعني ما تقدرش تاخد على كلام أي حد فيهم يا جماعة الشيعة عشان أجيب لك من الآخر الشيعة هم عبارة عن ثلاث أقسام أو هم قسمين رئيسيين أولا خلهم لك ثلاثة القسم الرئيسي اللي هم القادة اللي هم بتوع الملك والقرار والسياسة والسلطان دول هم رأس الأفعاء الأساسية يجي تحتيهم العلماء السلطان علماء السلاطين الشيعة دول أحقر أنواع علماء السلاطين اللي يخطروا على بالك وما هم إلا وجه للطغوط اللي ماسك السلطة ما بيقولوش حاجة إلا ترضي الطغوط اللي ماسك السلطة وييجي بقى بعديهم تحتيهم كمان طائفة الناس بقى إيه اللي هم المخدوعة واللي هم حطين ثقتهم في الشيوخ خد بالك ممكن ما يكونش حطت ثقته في الإدارة السياسية لكن حطت ثقته في الشيوخ لذلك تجد العقلاء من الفرص إيه اللي بيحصل بيكفر بالدين إيه اللي بيخليه يكفر بالدين بسبب كميات التخريف اللي هو شايفها من ناحية ومن ناحية تانية أفعال العلماء اللي هو شايفها وفاهمها من ناحية وبعد كده أفعال السياسيين اللي هو شايفها وفاهمها وعجنها وخبزها من ناحية فبيقول لك هو ديني ده ديني البلطبة القتل والنصب والاحتيال والسرقة والادعاءات وده مش عارفه فبيشيل دماغ وانا على فكرة قابلت ناس كده وقابلت واحد طلع زي ما أنا قلت له بعد كده قلت له شوف يا فلان الفلاني مش عايز اجيب اي حديث يعني اي اسماء قلت له شوف يا فلان الفلاني طالما انك انت فكرت فانت مصيرك واحدة من اتنين يا اما انك انت سوف تغير دينك الى انك انت تبقى من اهل السنة قلت له دي انا ما قدرش اقولك يعني هتحصل ولا مش هتحصل قلت له الواحدة التانية انك انت سوف تلحد ولا تعترف لا بإله ولا بدين ولا بأي شيء هو بنفسه بعد كده اعترف بهذا الكلام لاحقا خليني ارجع لي الحديث اللي المجووس غيروا فيه بدل ما هو رواية البخاري رضي الله عنه هي ان سيد عمر قال ان الوجع قد غلب النبي صلى الله عليه وسلم وهم غيروها الى ان سيد عمر قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهجر او هجر يعني بيخرف فيه الكلام يعني الوجع زي العليم لحد لدرجة ان هم ايه بيخرف فيه الكلام اول شيء عايزة وقفك هنا اتفقنا ان هم حرفوا كلام ده مش موجود ولكن في حتة عايزة وضحة تانية ايه هي هي ان قول سيدنا عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع مش معناها ان هم زي ما الشيعة المجووس عايزين يصوروها ان المسألة مسألة غلبه الوجع يعني ما تخليهش يكتب هم صوروها كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع يعني يعني ده عايزين يقولوا ان ده سبب الظاهر عند عمر لكن السبب الخفي عند عمر يعني ما تخليهش يكتب حاجة طب ما تخليهش يكتب حاجة ليه ايه هي مصلحة سيدنا عمر في ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتبش زهد عمر يا جماعة كان واضح يعني رجل من ساعة ما دخل الإسلام وهو عاش زاهد لحد ما دخل القبر ودي من حكمة الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش زاهدا وأن أبا بكر عاش زاهدا وأن عمر عاش زاهدا وسيدنا عثمان طبعا كان هو أصلا غني أبا عن جد يعني مش هنتكلم في الموضوع ده ما خدش حاجة من الخلافة أصلا وما خدش حاجة حتى حصته في الغنائم وكده كان بيوزعها أول بول وكان مستغني والحمد لله ما خدوش حاجة الناس ديت قول لسيدنا عمر أن الوجع قد غلب النبي صلى الله عليه وسلم فليس معناه أنه لا تكتب أو ما تخلهش يكتب أو كذا ولكن معناها أنه أجل الكتابة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لعمر ولا غيره هيقدر أنه يقف أمامه والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها أربع إلى خمسة أيام ما سمعناش أنه هو مثلا تكلم في هذا أو ذاك أو تلك أو قال في كذا أو الأمور ديت وبعدين واحد يقول لي لا ما كانش قادر أقول لك لا ما فيش كلام ده ده النبي ومؤيد من الله سبحانه وتعالى ولا يتركن إلا وكل شيء واضح شديد الوضوح الوقت بقى النقطة الاستراتيجية اللي أنا عايزة أبينها لك هي خد بالك عشان الكلام الجيدة بقى مهمة جدا نقطة الاستراتيجية أن بعد النبوة جاء من جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه تبو دي إيه الاستراتيجية اللي فيها الاستراتيجية اللي فيها أنه سيدنا أبو بكر من بني تيم وليس من بني مخزوم مثلا وليس من بني أمية مثلا طب ده معنى إيه؟ معنى أنه هو ما فيش مركز قوة يحميه ويأيده ويديه له الحكم إلا على أصول الحق يعني القبيلة بتاعته ما تقدرش توقف قدام العالم دي كلها نهيكة عن خلق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لكن أنا بنقش لك الافتراء بتاع المجوس أنه عمر وأبو بكر تآمروا وقتلوا النبي فما يقدروش اللي بيتآمر ويقتل زعيم هذا لازم تكون عنده الميليشيا بتاعته أو العصابة بتاعته أو الخبيلة بتاعته تحميه ومن فضل الله سبحانه وتعالى حتى تتبين الحقائق أن بني تايما ما يقدروش ما همش زي بني مخزوم ولا زي بني أمية ولا زي بني عبد المطالب ولا زي العالم دي ما طبعا الأفضلية عند الله سبحانه وتعالى أنا أتكلم في الصغلة والجولة والسلاح فلو جاء واحد مكان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني مخزوم كانت الفكرة بتاعتهم دي تبقى فيها شبه جمدة لكن أنت تراعي في الدين وفي الإسلام تراعي أن الملك النجاشي أسلم ولم يدعم الإسلام بقندي واحد وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قومه طردوا عشان محدش يقول أنه هو ادعى النبوة وبعد كده قومه أعانوه على النبوة ولذلك انتشر دي كمان منتفية وتلاقي أصحاب القوة كلهم حاربوا الدين بشراها وبشدة وتجد أن الذي نصر الإسلام هم أغراب عن مكة كلها وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضعف يرفض الدعم من بني عامر بن صعصع أو بني صعصع بن عامر يرفض الدعم المشروط بتاعهم أن هم يدعموه مقابل أن تكون الخلافة لهم من بعده وقال لهم أن هذا الأمر لا يضعه حيث ويشاء وتجد أن الأنصار نصر والنبي صلى الله عليه وسلم بشروطه وهو وهو اللي محتاج لهم عسكريا يا عمي كلام ده مش منطقة خالص ولو سيدنا عمر سيدنا عمر بن عادي وبني عادي نفس الشيء على نفس مستوى بني تايم مثلا وكده فلهو من بني مخزوم بني مخزوم أخواته وأخواله أعتقد أم سيدنا عمر من بني مخزوم فما فيش حد فيهم هيروح ينصروا على حاجة زي كده وما فيش حد فيهم هيتكتلوا على كروتة زي كده وما فيش عصبية تنصروا ولا فيه ميليشيا تنصروا فازاي هما الاتنين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ما عندهمش قوة عسكرية ويروح يعملوا عملية اغتيال للنبي والله العظيم ده كلام ما فيش أصلا عيل صغير في السياسة يصدقوا كلام كله كذبية هي الحروب الفكرية اللي المجوس بيعملوها الوقت ومستغلين الظروف العالمية ومستغلين أن موقفهم أفضل من مواقف البغاية الحكام العرب في غزة وبالتالي بتبقى عندهم أرضية أن البسطاء والعامة يصدقوهم والمغلطة المعتادة اللي بيعملوها هي أنهم بيصوروا الأهل السنة على أنهم حكام العرب حكام العرب أغلبهم كافر حقيقة ولا له علاقة بالدين ولا كده وفيهم ناس طبعا مسلمة وتتعرض لضغوط وكده لكن ده مش موضوع الوقت لكن هم حكام العرب اللي هم مع الصهاينة دول كفروا بالولاء وما همش مننا ومهما تجيب من أعذار مهما تبحث عن أعذار اللي همش أي عذرة أبدا ودول كفروا بالولاية نهيكة بقى عنهم ده هم يكفروا بقتل المسلمين بسبب دينهم خد بالك لو واحد قاتل المسلم مثلا طمعا في مال أو قاتل المسلم مثلا على مثلا يعني أمور دنيا أو كده ده لا يكفر إنما لو قتل المسلم لأنه مسلم وعايز يقتل فيه الدين هو ده اللي يكفر ويخرج من الملة لأنه ما قتلش واحد عدو له في تجارة أو كده ده هو قتل واحد بيمثل دين يعني كأنه بيقتل الدين على فكرة برضو اللي هيقتل في التجارة ولا في الأمور دي طبعا كبيرة من الكبائر وكارثة من الكوادث وفيها النفس بالنفس بقى وفيه أمور وأحكام تانية فالمجوس يا جماعة محدش يسمع لهم بالذات كلامي للشباب لما تلاقي واحد مجوسي جاي يقولك حاجة مجوسي يعني شيعي مش جاي ينصحك هو جاي يضلك وهو أصلا مضلل لأنه هو وغد الكلام الكذب المحرف من العمائم بتاعتهم وبعدين يقولك احنا هنجبلك من قلب الكتب أهل السنة وانت تؤمن أصلا بكتب أهل السنة اش معنى انت بتؤمن بالحترية هو ده السؤال بيؤمن بالحترية لأنه عايز يحرفها أو يحرف مفهومها وهو لك قدة كذا كذا بينما انت ما تخش عندهم بقى تلاقي الشركيات ملاش أول من آخر والتخريف ملاش أول من آخر فالمهم خلوني أختم حديثي بكلمة مهمة جدا هي أن المجوس بيستغلوا الوضع الآن في الحرب الفكرية وده اللي خلاني عملت الفيديو وخليته مفضل كمان على فيديو السيسي واردوغان والمجوس في الحرب الفكرية بيضللوا وبيفهموا الناس أن حكام العرب هم أهل السنة وهم همت مع الصهينة بينما الشيعة دول هم اللي ضد الصهينة وهم اللي بيحموا غزة وكده والناس بتسدق يا جماعة قلت ألف مرة أن الشيعة بيقتلوا الصهينة ده أول مرة قتال حقيقي النهارضة ولكن المجوس طول عمرهم بيقتلون وبيلعبوا بالصراع العالمي يعني هو قتلون من قبل حلقة من حلقات الصراع العالمي وبيقتلون في سوريا والعراق وفي اليمن نفسها برضو حلقة من حلقات الصراع العالمي وبيدعموا المقاومة الإسلامية ليس حبا فينا لأنهم ما دول سنة زينا يعني أنت بتكره السنة بتاع العراق وبتكره السنة بتاع اليمن وبتكره السنة بتاع لبنان وجاي أنت بتحب السنة بتاع غزة ما اللي بيكره السنة ما بيكرهها كلها فخلاصة المسألة هو بيدعم أهل السنة في غزة المقاومة الإسلامية في غزة بيدعمهم برضو حلقة من حلقات الصراع العالمي هو ده كل أنت لازم تفهمه ولازم تفهم الموضوع أنهم بيدعموا في سبيل روسيا وتحت ضغوط روسيا وليس في سبيل الله أبدا والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر